هنروح للخبر اللي بعد كده وهو عن كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة طبعا الميداني أو كابتن ميداني هو رئيس اللجنة المنظمة لها دي البطولة أكيد بيستعرض كل حاجة كابتن أحمد سبيل الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح هو بطولة كأس العالم لسلاح الشيش واللي هتصادفها مصر في الفترة 22 إلى 25 فبراير اللي احنا فيه على الصالة المغطاة باستاد القاهرة كشف آخر التجهزات واللي تم الاتفاق عليها بلبطولة مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة كابتن عبد المنعم الحسين وقال الميداني أن الاتحاد اشتغل في الفترة الديع على استقبل الوفود بشكل كويس وتمت طبعا عملية التسكين طبعا داخل الفنادق بشكل منظم ويليك باستطافتنا للبطولة العالمية وأكد أنه تم تخصيص صالة تدريب الفريب ومنتخبنا الوطني وده بالإضافة لصالة تدريب لمنتخبات التانية لمشاركة في البطولة وده وفقا للجدوة للزمن الخاص بالتدريبات دي من ناحية الإدارية وكل ده بيتكلم على الناحية الإدارية لتنظيم البطولة وقال مدير البطولة طبعا الكابتن أحمد سمير الميداني أن خطة الاتحاد برئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني لها بوعد مختلف بتفكوين أجيال جديدة هو ده اللي بقوله مش بس أن أنت تبقى يعني عندك منتخب قوي لأنت عايز أجيال تطلع يبقى عندك 10-15 سنة أنت ماشي في الاتجاه الصح ودلل على كده بمشاركتنا بتمن لعبين ولعبات على صعيد سن 15 سنة وزي يوم تحت 17 وزي يوم تحت 20 وده بهدف اكتساف الخبرات وده بالإضافة لوجود 8 لعبين ولعبات في منافسات الكبار البطولة هيشارك فيها 396 لعب ولعبة ويمثلوا 52 دولة طب خلينا كده يعني نسترد مع بعض الدول عشان نوري لحضراتكم قدي مصر بقت قبلة تنظيم البطولات وخلينا أقول لكم حاجة قبل اللومبياد البطولات العالمية دي بتبقى فيها مشاركة كثيفة لأن دي بتبقى على بناء عليها بتجمع نقاط عشان تروح للومبياد فالنهاردة عشان يدي لك تنظيم البطولات دي قبل للومبياد فهو عنده ثقة جملة عنده ثقة كاملة في تنظيمك كدولة وكاتحاد وأيضا فنياتك تبقى بشكل علي خلينا نقول الدول المشاركة الجزائر الأرجنتين أرمانيا أستراليا النمسا بلجيكا البرازيل كندا تشيلي الصين كوديفوار كولومبيا كرواتيا جمهورية التشيك الدنمارك أسبانيا فرنسا بريطانيا ألمانيا اليونان هونج كونج المجر أيرلندا إيطاليا اليابان كازاخستان كوريا لبنان المغرب ماليزيا مالي بيرو بولندا البرتغال برتوريكو قطر السنغال سنغافورة سربيا سويسرا تايوان تونس تركيا أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية أسباكستان جمايكا رومانيا سولفاكيا السويدة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر يعني أنا عايز أقول لكم أنه الكلام بيدل على أنه كل الناس جاي تشارك وكل اللاعبية الأولوبية جاي تشارك عشان تجمع نقال وده برضه فرصة أنت بتدي أفضلية لعبتك إنها ما سفرتش ما جاتش يعني مثلا اللي جاي من كندا وجاي من أمريكا فيه اللي جاي من اليابان اللي جاي من البرازيل عنده فرق توقيت أنت النهاردة موجود على بلدك وبتلعب على ملعبك وبتلعب وسط يعني ناسك فده طبعا هديك advantage به